فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية الخير موجود ولله الحمد بعد بيثة الرسول صلى الله عليه وسلم فالخير موجود ولا ينقطع ولن ينقطع إلى أن تقوم الساعة الخير موجود ولذلك لا يجوز أن نقول أن الخير فقد وأن الناس كلهم عادوا إلى الجاهلية وتود دعا منه وكون الإنسان يحصل منه أخطاء ما دامت عقيدته سليمة لا يشرك بالله شيئا ولا يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام ولكن عنده أخطاء في القول أو في العمل أو الاجتهادات الخاطئة فهذا يعطى حكم المخطي ولكن لا يسلب الإيمان بالكلية ولا يعطى الإيمان المطلق بل يقال هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو بمعصيته فيجب الاعتدال في هذه الأمور ولكن الذي تشير إليه ربما ما شاع بين الناس اليوم أنه لا يرد على أهل الأخطاء لأن لهم حسنات لهم نعم نقول لا هذا ما هو صحيح أو من رد فهو عدو أو من رد عليهم فهو عدو لهم نقول لا هذا ما هو صحيح نرد على بعض الأخطاء ولا نجحد ما عندهم من الفضل من الفضل ولكن ليس من حقنا أن الروح نعدد حسنات الناس من حقنا أن بين الخطأ لأجل يجتنب وأما الحسنات فهي لهم وهم لا يحبون أيضا أن يشهروا بحسناتهم ولا يجوز أن يقصدوا أنهم يقصدون التشهير بحسناتهم لأنها بينهم وبين الله وهذا لا يقتضي عداوتهم ولا منابذتهم وإنما هو من باب النصيحة لهم ولغيرهم فالحق يبين والخطأ يرد ولا يحدث هذا عداوة بين الراد والمردود عليه بل ربما أن هذا يوجب الارتباط والمحبة لأنه يعرف أنك تنصح له وأنك ترده عن خطأ أما إذا أصر وعاند فهذا يكون من الجهل الذي سبق الجهل المركب